أظهرت نتائج آخر دراسة لمعهد أمامار المتخصص في الإحصاء تفوق تلفزيون النهار واحتلاله صدرة الترتيب في نسبة المشاهدة حيث أحصى ما يفوق وحصية ما يفوق 8 ملايين جزائري كمعدل أسبوع في الفترة الممتدة من 8 حتى 14 أفريل الماضي وأكثر من 3 ملايين جزائري شاهدوا تلفزيون النهار يوميا بنفس الفترة تعتبر هذه النسبة الأكبر على الإطلاق مقارنة بباقي القنوات الجزائرية والأجنبية وكذا العمومية والخاصة من جهة أخرى تقدم إحصائيات معهد أمامار حول توغل تلفزيون النهار في مختلف فئات المشاهدين بمعدل 20% في اليوم بنسبة لفئات أكثر من 35% و19% حول فئة 12 سنة فما فوق كما دققت نتائج كذلك في هوية المشاهدين حيث تفيد الإحصائيات أن نسبة مشاهدة الرجال تلفزيون النهار تفوق بقليل نسبة النساء بفارق ضئيل يقدر بأربعة بالمئة فقط أكد مدير التربية بغردايا عز الدين الجيلاني أن كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بمراكز إجراء امتحانات شهدة البكالوريا تم تحضيرها بطريقة جد عادية ذلك من ناحية المادية والبشرية بالتنسيق مع واني غردايا التفاصيل في ميكروفون عاصم بخاري الآن كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمراكز الإجراء البكالوريا سواء من ناحية المادية أو من ناحية البشرية يعني تم تحضيرها بطريقة جد عادية جدا الآن ما نؤكده هو أن كل ظروف مواتي لإجتياز أبناء هذه الامتحانات بصفة عادية جدا ويستعد في هذه الفترة تلميذ السنة الرابعة متوسط لإمتحانات أو لإمتحانات النهائية فيما تحضر فئة أخرى من تلميذ لإجتياز شهادة التعليم المتوسط على طريقتهم الخاصة لنكتشف هذه الطريقة في بورتري من توقيع أسمى عبدالله عثمان مراد واحد ممن سيشتزون شهادة التعليم المتوسط رغم السعات التي يقضيها رفقة صديقة في الدراسة إلا أنها تبدو غير كافية للنجاح الذي أصبح مرتبط بقدرة التنميذ على الغش عن طريق قصاصات تحمل كتابات صغيرة والأدهى من ذلك صور على الهاتف النقال وطرق أخرى تمثل آخر صيحات الغش كثافة الدروس وذيق الوقت جعلت الغش مباح أوساط التلميذ الذين اتخذوها كمبررات للجوئهم للتحايل على الأساتذ المراقبين من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه مقولة شاعد في أوساط التلميذة فيما الأصحى يمتعد عن كل أنواع الغش ويجتهد في سبيل النجاح وفي حوار خاص للتلفزيون النهار نفى أونغي أنشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تقديم واشنطن لأي طلب من الجزائر يتعلق بإقامة قواعد عسكرية بالجنوب الجزائري أما في معرض رده على تسريبات تحدثت عن تقصير أمريكي زاء مراقبة نشاطات التنظيمة الإرهابية نشطة بشمال مالي على رأسهم نشاط الإرهابي المتورط في حدثة الاعتداء على منشأة الغاز بيتين تورين مختار بل مختار نفس سفير الأمريكي بالجزائر وجود أي تقصير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نعرف أنا أعرف شخصيا من خبرتي في أفغانستان وإراك أن هذا شخص مؤين من الصعب جدا وكالة كبيرة تعرف بالزبط أين هذا شخص شخص واحد في مكان في نفس الوقت هذا السؤال وهذه القضية صعبة جدا مثل ما تعرف فمختار بمختار خوة معصول عن قتل الأمريكان في التجن تورين عدوة ستتابعون حواراً خاصة مع السفير الأمريكي بالجزائر رونغيين شار سهرة الغد في حدود الساعة العاشرة ليلاً بإعطاء مجلس الوزراء الضوال أخضر لاستخراج الغاز السخري واستغراله في الجزائر هذا الغاز الذي يعرف أيضاً ويعرف باسم الشيست يتوجد بشكل كبير في الجزائر وموزع على مناطق متفرقة رديا بن هباج رصدت احتياطات الجزائر أماكن تواجد هذا الغاز الشيست صنف غير تقليدي من الغاز الطبيعي لانتشاره داخل الطبقات الصخرية والأحواض الرسوبية ويطلق عليه كذلك غاز حجر الأردواز استخراج الغاز الصخري تستخدم فيه تقنية التفتيت والتي تقوم على تكسير الصخور وتفتيتها بواسطة ضخ كميات هائلة من المياه يتم تسديده نحو الصخور مع إضافة ما يقارب 700 مادة كيموية تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري القابلة للاسترجاع والمقدرة بأكثر من 220 ألف مليار متر مكعب متموقعة في ولايات الجنوب الشرقي على غرار إليزي عين أمناس واتسوف بسكرا منطقة الهضاب العليا وأقصى الجنوب الغربي لولاية تيندوف حجم النفط المستخرج في حال استغلال الجزائر للغاز الصخري سيصل إلى 160 مليار متر مكعب في السنة أما نسبة الصادرات فستصل إلى 110 مليار متر مكعب حيث ستلعب الجزائر دورا هاما في تزويد أوروبا خلال الأعوام المقبلة بهذه المادة نظرا لما تحويه من مخزون كبير للغاز الصخري وجدل استخراج الغاز الصخري الذي حصل بالجزائر قد يكون امتدادا للجدل الحاصل في عدة دول أخرى حيث حظي بمعارضة عدة منظمات دولية تعنى بالمحافظة على البيئة يوسف العرف والمزيد الغاز الصخري أو ما يسمى بالتشيست مصدره صخرة تشيست الموجودة بكثرة في العالم حيث نجده مخزنا في وسطها وتمثل نسبة تخزينه ما يقارب 185 ألف مليار متر مكعب عالميا والذي نجده بكثرة في القارة الأسيوية وأمريكا الشمالية الرغبة في الحصول على الاكتفاء الذاتي في الطاقة أرغم بعض الحكومات على اللجوء للغاز الصخري إلا أن فرنسا تمنع تحت ضغط الشارع استخراج هذا الغاز على راتبها وبالمقابل تسمح لشركة الفرنسية تطال باستخراجه في مناطق أخرى على غرار الأرجنتين الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الغاز الصخري منذ حوالي عشر سنوات لكن مؤخرا ولاية فرموند قررت منعه نظرا لأضراره كندا تقوم بالأبحاث لكن المعارضة أجبرت على تجميد المشروع مؤقتا يبقى العالم منقسما بين قبول ومنع الغاز الصخرية فهل الأخطار على البيئة تسوي الأرباح؟ يطلق عليها بلد المال والرفاهية هي ثاني أصغر بلد في العالم إنها إمارة موناكو تعرف عليها في تقرير سلاف دماشا موناكو إمارة الأغنية إمارة الصراء والسيارات الفاخرة إنها الإمارة التي ورثها الأمير ألبرت الثاني عن والده رينيها الثاني اشتهرت الإمارة في عهده بتوافد كبار الأثرياء من مختلف دول العالم لامتيازاتها من حيث الضرائب ومناظرها الجميلة وغرفها السوداء من ملاهي ودور القمار بعد مجيء ورث عاش الإمارة ألبرت الثاني عام 2005 تعهد بتغيير صورة البلد مع الحفاظ على الاستقرار عاش الأمير ألبرت الثاني قصص حب عديدة وعلاقات متعددة لكنه في النهاية عقد قرانه على شارلين ويتستوك السباحة الأولمبية من جنوب إفريقيا يتميز أمير موناكو ببساطة وخفة الروح يحب الناس ويمارس الرياضة ويلجو المهرجانات التي تقام على أرض الإمارة عنيد متابع لكل صغيرة وكبيرة وعندما يبدأ أمرا يسر على إتمامه مهرجان كان هذه السنة أثار جدلا كبيرا عندما توقف عند والدة ألبيت غريس كيلي أسطورة هوليود بعرضه لفيلم سينمائي يوم الافتتاح خاض في تفاصيل حياتها الشخصية ونقل وقائع أغضبت العائلة الحاكمة في موناكو التي رأت غريس أوف موناكو لا يحمل أي شبه بحياة زوجة أمير موناكو عن راحل رينيها الثاني فهو فيلم انتجاري ولا يرقى لمستوى المهرجانات بداية مهرجان كان هذه السنة كانت متشنجة فهل سيكون الاختتام مريحا؟ ختم الموجز